سلفت واحد فلوس وعايز يقترد قرد ربوي عشان يردلي الفلوس هل هذا حلال ام حرام بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد لو انت سلفت واحد فلوس وعايز يردق انت ما تسألش عن مصدر المال انت لك الف جنيه خدتهم الف جنيه خلاص لو اقل لي بنفسه ان دي فلوس انا مستلفها بقرد ربوي او دي فلوس حرام حتى ده ليس ذنبك انت انت استرددت المال الذي سلفته استردد المال وسيلة شرعية لتحصيل المال جاي بقى من فلوس حرام من فلوس حلال دي ما تخصكش دي ما تلزمكش في شيء انت فلوسك حلال حتى لو جابها حتى لو اقترد قرد ربوي عشان يردلك المال انت ما قلتلوش اقترد قرد ربوي انت قلتلو انا عايز فلوسي جاي فلوسك بقى من معاملة ربوية من معاملة بيع خمور بيع محرامات انت مش مسؤول عن ذلك والدليل ان ربي كان بيقبل الهداية من اليهود اليهود فلوسهم حرام فانتقلت اليه عن طريق مباح اللي هو الهدية فتحول المال الحرام الى مال حلال في حق النبي كذلك انت لو انتقل اليك مال حرام راجل مصدره حرام وانتقل اليك عن طريق اللي هو بيرد القرد ده مصدر حلاله يكون الحلالا في حقك ولا شيء عليك ان شاء الله دعم الفيديو بشير والايك ومانشراك في القناة شوفكم كل مرة الجاية والسلام عليكم